السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم في فيديو جديد على قناة التكامل والتقني. ان شاء الله انا هده هقول لكم ازاي تعمل نغمة خاصة للرسائل او للاشعارات في هواتف سامسونج. طبعا ان كنت عملت فيديو قبل كده. ازاي تعمل نغمة خاصة للاشعارات او او للرسائل في هواتف سامسونج. بس الهواتف سامسونج اللي هي القديمة تمام. لكن في معظم الهواتف الجديدة الخاصة بشركة سامسونج. الملف اللي كنا بنحط في النغمة اللي احنا عايزين نعملها نغمة للرسالة. مش موجود في الهواتف الجديدة. تمام? فان شاء الله في الفيديو دوت هقول لكم ازاي نضيف الفولدر او الملف اللي احنا هنحط فيه النغمات اللي احنا عايزين نعملها كنغمة للاشعارات او للرسائل في هاتف سامسونج. تمام? طيب اول حاجة هبدأ اضغط على هتشوف مدير الملفات موجود عندك فين? تمام? على سبيل المسال هبدأ كده خش انا على مدير الملفات اللي عندي الايكونة اللي هي مكتوب اسفلها مدير الملفات او ملفاتي. طيب انا هبدأ اضغط على ملفاتي بالشكل ده. بعد كده هتضغط على وحدة التخزين الداخلية بالشكل ده كده. ولو هلاحز ان الفولدر اللي كنا بنحط فيه النغمة عشان تبقى نغمة للرسائل او للاشعارات مش موجود. تمام? طيب كون اللي احنا نعمله هنبدأ نعمل الفولدر دوت. طيب هنعمله ازاي? اول الحاجة هتيجي على تلات نقط اللي هما في اعلى الشاشة ناحة الشمال وهتضغط عليهم بالشكل ده. بعد كده هتضغط على انشاء مجلد تمام? هتضغط على انشاء مجلد بالشكل ده كده. وبعد ما اضغط على انشاء مجلد هنبدأ نكتب اسم الفولدر اللي هو مش موجود فواتف سابسونج الجديدة تمام? والاسم دوت هيبقى هتبقى اكتبه بالشكل ده. هتحاول لوحة اللي ما فاتح له اللغة الانجليزية وهتكتب هتتبقى تمسح مجلد واحد ديت بعلامة الاكس كده بالشكل ده. وهتكتب ان او تي اي اف اي تي اي تي اي او ان اس. وطبعا الحروف كلها هتبقى صغيرة تمام? يعني ما فيش حروف كبيرة تمام? الحروف كلها هتبقى حروف انجليزية من اللي هي الصغيرة. بعد ما بتكتب الكلمة اللي احنا قلناها ديت هتضغط على انشاء بالشكل ده كده. كده هيبقى اي كده ايه? دفت الفولدر هو اللي احنا من خلاله هنحط فيه اي نغمة احنا عايزين نعملها كنغمة للرسائل او للاشعارات في هاتف سابسونج. طيب كده الفولدر طبعا لو انا ضغط عليه بالشكل ده فاضي تمام? طيب كل انا هعمله او كل انت هتعمله هتشوف النغمة اللي انت عايز تعملها نغمة للاشعارات او للرسائل في هاتف سابسونج. وهتبدأ تنينفها جوة الفولدر دوت. تمام? طيب انا على سبيل المسال عندي نرمة هنا هوت في الدولود. هابد עضغط على الدولود بالشكل ده. بعد كده هابدو اضغط ضغط طويلة على النرمة. اللي انا عزل الايلها في فولدر دوت. تمام? هابدوا اضغط ضغطة طاولة بالشكل ده. وبعد ما بدغط ضغطة طاولة هاي بقولي انهوت كلمة نسخ. تمام? هابدو اضغط على الناسخ اللي هي في اسفل الشاشة بالشكل ده. بعد كده بعد ما نساخت الاغنية وبعد ما اضغط على نسخ هتتبقى تعمل الرجوع بالشكل ده وهتيجي على الفلدة اللي احنا عاملونا هو تمام اللي احنا سمناه باسم الكلمة ديه اللي هي نوت في كيشن تمام وهابدل اضغط عليه بالشكل ده بعد كده هضغط على النسخ هنا يبقى انا كده ايه ضفت النغمة اللي انا عايز اعملها كنغمة للاشعارات او للاسائل في هاتف سامسوند وتقدر بقى تضيف اي نغمة يعني ممكن تضيف اكتر من مية نغمة تمام طيب بعد كده هتعاد بقى نعمل الخروج خالص عشان نعملها بقى نغمة للاشعارات او للرسائل في هاتف سامسوند بعد كده هروح على الضبط عشان اعملها نغمة للرسائل او للاشعارات في هاتف سامسوند هبدأ اضغط على الضبط بالشكل ده وبعد ما اضغط على الضبط هاجي على الاصوات والاهتزاز وهبدأ اضغط عليها بالشكل ده وبعد ما اضغط على الاصوات والاهتزاز هاجي على صوت الاشعارات وهبدأ اضغط عليه بالشكل ده. بعد كده هلاحظ ان النجمة هي ضفت عندي في النجمات اللي هي الخاصة بالرسائل. كله هتعمله علشان تخلي النجمة دي تنجمة للاشعارات او للرسائل. هتبدأ تضغط على الدايرة اللي موجودة صوت النجمة بالشكل ده كده. تمام? يبقى انا كده ايه? خليت النجمة دي كنجمة للاشعارات او للرسائل في هاتف سمسون. بعد كده بتعمل رجوع وهي بتتحفظ ترقائي. تمام? زي ما احنا شايفين هو. بقول لي هنا هو. صوت الاشعار. وقاتب لي النجمة اللي انا عملتها. وطبعا الفولدر دوت اللي احنا انشأنا دوت موجود تحط فيه اكتر من نجمة. تمام? يعني موجود تحط فيه عدد نجمة كتير. وتبدأ ترسطر اي نجمة منها وبتعملها نجمة خاصة للاشعارات او للرسائل في هاتف سمسونج. وبكده هنكون رصدنا لنهاية الفيديو. وزي عجبك الفيديو اضغط لايك. ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان شجعونا اللي احنا